السلام عليكم نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم الفيديو في صحة جيدة وفي احسن الاحوال يا رب اليوم ان شاء الله سنشارك معكم حريشات سهلين اقتصاديين تحضرهم للفطور او للغودة كي يجيوا رائعين بزاف بزاف لا في شكل ديالهم ولا في الطعم ديالهم فانتمنى فعلا تجربوها لانها وصفة رائعة بزاف بزاف وبلما انتو عليكم خليكم مع المكوين فقد نبدأ بسم الله على بركتي الله سوف نحتاج نصف كيلو من السميدة السميدة الرقيقة التي نصيب بها البسبوسة و الحرشة هذه هي النوعية التي نستعمل بالنسبة لهذه البكية ففيها نصف كيلو هذا هو السميدة سوف نضيف كأس دقيق كأس مرش تقريبا 100 جرام كما سوف نضيف السميدة قوم بأس كامل سوف نضيف كأس كامل نضيف 1 ملعقة صغيرة من الخميرة نضيف 10 جرام نضيف المكونات الجافة نضيف ملعقة ونضيف ماء نضيف المكتلة نضيف وضيف المكتلة نضيف مكتلة اضفت 1 ملعقة كبيرة عامرة من نافع و احبت الهلاوه ثم اضافة الزيت كأس الربع 150 مليلتر كأس العنبه 200 مليلتر نضمج المكونات و نضمج المكونات مع الزيت حتى نحس بحبيبات السميدة نضمج المكونات ثم نضمج المكونات نضمج المكونات بالنسبة للحليب نحتاج تقريبا 1 كأس و نصف نضمج المكونات ثم نضمج المكونات و هناك الكأس الثاني نضيفه بالتدريج و طبعا كمية الحليب تكون على حسب النوعية السميدة و ما تشرب او لا هناك لا يزال نحاول أن نضمج المكونات بالأطراف الأصابع نضمج المكونات و متقيه و قمثوا كما ترون كما ترون نحاول نخلطه كمية جيدة و ممكن تعاوض الحليب بالماء و بالنسبة للحليب مع الأباس من Theresرخ submission ترونها قومي مستخدم ترون معه ترونها مرخوفة كما تشوفوا و تلصق في اليد بمجرد ما دمجنا المكونات كلها تحتاج تقريبا كأس و نصف من الحالب سوف نجعلها الآن ترتاح مدة ثلاثة حتى الربعة دقائق نحس بها كتماسكت و ننزل لكي نشكلها و هناك كما تلاحظوا بعد مرة تقريبا لمدة ثلاثة حتى الربعة دقائق سميدة تشرب تشربت السوائل و مجموعة و تستطيع تشكلها بكل سهولة سوف نحتاج هنا قليل سميدة سميدة تستعمل الموين سميدة تشربتها سميدة تجربتها سميدة تستطيع تدخل الفرن فرشتها بالورق الطاهي سميدة تدهنها ببعض الزيت و سميدة تشربتها سميدة تستطيع أن تلتسق سميدة سميدة كمية كمية نضيف الحجم نضيف حليب سميذة في الخالط خفيفة و لا تشرب حليب سميذة خلطة خلطة خفيفة نستعمر بهذا الشكل كيف تشوفوا بعد ما اشكلتهم نقضعهم بحلاقة في الصفيحة نأخذ واحد سيكين و نقوم بها نوعه من هذا الشكل يديهم منظر مختلف يأخذ أسماء المنظر نحاول ندخل السيكين لن ندخل الهجاء حتى نقطعه ولكن ندخل السكين بحلقة لكي يكونوا تفليحات بعد ما يطيبون الحراشات وفي هذه الأثناء نكونوا مصخنين الفران كي يكون الفران سخون مزيان نشعلو لهم في الأول من الأسفل حتى يتحمروا من الأسفل نشعلو لهم من الفوق كي يتحمروا من الوجه وبالنسبة للنار كي تكون نار متوسطة فأنا كنديرهم على 190 درجة بالنسبة للمدة الطهيرة كي يطيبوا بسرعة كي تتحضروا معهم كي يخضروا 11 دقيق في الفران وهناي هذيك الكيمية المتبقية تبقى عن دير بعدي الحبات درتهم مكاف طواب وحدهم وبالنسبة الأخوات اللي بغوا يصغروا هاد الحراشات هادو فأنا درتهم كبار بيتوت صغرهم طبعا رغادي يعطيكم ضعف الكميات قدروا تكون لوحدة تخرجوا منها زوج وهناي بعد ما طابوا اخرجهم من الفران كي يجيو هكا محمرين كيف مما كتلاحظوا مجرد ما كيتحمروا كتخرجوهم كي ياخدوش مدة طويلة كيف مكتلكون في الفران من 10 احتى 15 دقيقة على حسب الفرن ديالكم كي يجيو بحلاكا رائعين في الشكل ديالهم وزوينين بزف بزف طعم ديالهم وفيهم واحد الخفة من الداخل رائعة بزف فعلا نتمنى تجربوا هاد الحريشات هادو متأكدة غي يعجبوكم وغادي تعتامدوهم وهناي غادي نقطع لكم محيدة باش شوفوا شكل ديالها من الداخل شوفوا كيف شكل شي كي يجو مل داخل رائعين وخفف بزف بزف هادو ربقة سخونة قطعت غي باش نوريكم رعي الله خرجو من الفران كي يجو كي يدوبوا في الفم وهشاشين بزف تمنى الوصفة تعجبكم وانكم تجربوها وطبعا الى اجبكم فيديو فاشجعوني باللايكات ديالكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديال الوصفات وبرتاجوا الفيديو مع اصدقائكم واحبابكم باش تعمل فاذا اطلقوا فيديو قادم مع وصفة اخرى دمتم في امل الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته